السلام عليكم خوتي اشتركوا في القناة بلانات ديزل اخبارت عن اليوم خوتي مرقوم من جريدة جزائريس اللي راح خليكم الرابط التاحه دائما في صندوق الوصف الحاجة الثانية ما تنسوش خوتي تدعمونا باللايك لا تحتاج دعم تاكم يحافظني دائما بش قد منكم جديد وكذلك خوتي الناس اللي مشي مشتركوا تشترك في القناة تفعيل الجرس باش يوصلكم خوتي دائما كل جديد وبلما نطول عليكم خوتي ونروح مباشرة للموفيد تحسبا لتوسيعها قريبا تعبيط طرقات موقع 536 سكن اجتماعيا بولاية السكيدا كما رحكم تشتركوا خوتي في الصورة اروحوا للمقال مباشرة شرع اول امس في عملية تعبيد وتزفيد الطرقات بموقع حصد 536 سكن اجتماعيا من اجمالي 1500 وحدة بمنطقة التوسع ميسيون اثنين في مدينة اسكيدا تحسبا لتوزيعها على المستفيدين خلال الايام القادمة حسب معالمة من مصالح ديوان الترقية والسير العقام وتأتي العملية في اطار توجيهات الوالية حورية مداهي التي وضعت رزنامة خاصة بتوزيع السكنات عبر مختلف البلديات والولايات بلديات الولاية لاسيما بعاصمة الولاية التي تحصى عدد من البرامج والمشاريع السكنية عبر مواقع مختلفة تنتظر التوزيع على مستوى مناطق ميسيون زفزاف بوعباز باضافة الى مدينة الجديدة بوزارولا وكانت الولاية قد صرحت خلال اشرافها الوالية عفواً خلال اشرافها على توزيع ميتين وستين سكن اجتماعي ببلدية حمادي كروما الاسبوع الفارق بان برنامج توزيع السكن سيتواصل لاحقاً وكشف عن توزيع ما يقارب 3500 وحدة سكنية لحد الان وفي الايام القادمة ستمس العملية حي مسيون وبعدها هدبت بوعباز ثم المرور الى الخطوة اخرى تخص البنايات القادمة في اطار البرنامج الذي اقره رئيس الجمهورية الذي خصى الولاية ببرنامج لاعادة تأهيل هذا النوع من السكن بينما ما زالت المئات من العائلات تنتظر الافراج عن قائمة السكن الاجتماعي الخاصة بالطعون لسيما للذين كانوا يقيمون في الحين في الحين في الحين القزديريين الماتش وبحيرة التطيور وتم هدم اكواخهم القزديرية ما جعلهم يعيشون في العراء وعائلات اخرى تعيش لدى الاهل والاقارب واخرى في مستودعات كما شفت هذا خوتي الخبار هذا خاص بولاية اسكيكدا مبروك عليكم خوتي مبروك علي الناس اللي استفادوا خوتي عقوبات كذلك اللي ما زال وهنا خوتي الحق لله فانتع فيديو ما تنسوناش دائما خوتي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة